كابوتشينو موعد لاحق كما قرر رفض مطلب الأفراج المقدم في حقه كان من المنتظر أنه يمثل البرح محمد بغلاب قدم المحكمة بحالة إيقاف أمام منظر المجلس الجناحي لمحاكمته في إطار قضية رفعتها ضده من قبل إطار بيوزارة الشؤون الدينية سيدة اللي تخدم في وزارة الشؤون الدينية إلى أنه تعذر إحضاره من سجن إيقافه ذلك نظرا لتدهور الحالة الصحية وتابعا لذلك قررت الدائرة الجناحية تأخير نظر في قضية الحال إلى موعد لاحق كما قررت رفض مطلب الأفراج المقدم في حقه من قبل هيئة الدفاع علما بأنه كان من المقرر أنه يتمه الأمس الثلاثاء الموافق الاثنين أفرير الجاري لاستماع إلى صحفي محمد بغلاب مقبل أحد قضاء التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك في إطار قضية جديدة أثيرت ضده على معنى المرسوم 54 وفق ما أكدت النقابة الوطني صحفي تونسيين في بين لها أمس لربعة فأنه بغلاب لم يتمكن من المثول أمام قاضي التحقيق ولم يقع جلبه من السجن بسبب حالته الصحية وقالت النقابة بأنه إدارة السجون أثناء استفسار قاضية تحقيق لعدم محذر بغلاب الثلاثاء الفارت أكدت بأنه تعذر جلبه بسبب وجوده في المستشفى وهذا طالبت النقابة الوطني صحفي تونسيين بالكشف عن حقيقة الوضع الصحي لصحفي محمد بغلاب وتلاقى صراحه الفوري وفق نص البيان وكانت نقابة صحفي تونسيين قد أكدت في بيان سابق لها بأن النيابة العمومية قد قررت الجمعة 22 مارس 2024 بالاحتفاظ بصحفي محمد بغلاب لمدة 48 ساعة على أثر شكاية رفعتها ضده متصرفة بوزارة شؤون الدينية على خلفية تعليقات الإذاعية والتلفزية حول الزيارات بالخارج وسياسات وزارة شؤون الدينية وأكدت بأنه قد تمت إثارة الدعوة ضد بغلاب على معنى الفصل 3 من قانون عدد 58 متعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بتهمة العنف المعنوي وعديد الفصول من مجالة المجالة الزيزائية والفصل 86 من مجالة الاتصالات وفصل 24 من مرسوم 54 الخاص بمكافحة جرام أنظمة المعلومات والاتصال إضافة إلى فصول من المرسوم 115 وقالت بيانه تم تحقيق مع بغلاب رغم حالة الصحية المتداورة على مدى ثلاث ساعات وأوضحت بأنه كان قد تعذر على بغلاب الحضور في مرحلة أولى أمام فرقة كذي شبهة لأسباب صحية وتوجه محامي إلى مقار الفرقة لطلب تأجيل الاستماع له واستظهر بشهادة طبية في الغرض لأن الفرقة رفضت تسلمها بتعالة افتقار إعلام النيابة إلى طابع جيباي وبتدارك المحامي الإشكال والتحاق بالفرقة رفضت تسلم الوثاق وأعلمته أنه سيتم ورجعت وكيل جمهوري لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق بغلاب وتم اقتياده إلى الفرقة الأمنية للتحقيق معاه ثم الاحتفاظ به بحالته بتاريخها 29 مارس الموقع دي بحالة احتفاظ على أنظار النيابة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إصدار بتقتداب السجن في حقه وإحالته على المجلس الجناحي اللي صار البرح وأنه محامين اللي كانوا موجودين بارك الله فيهم معنى الحقيقة أكثر من 20 محامي كانوا موجودين من كل أطيف السياسية اللي موجودة البرح من أجل الدفاع على الكلمة والحرية وحرية الصحافة وحرية التعبير كانوا موجودين بارح في المحكمة منذ الصباح كان من المنتظر أنه بشيجي محمد بغلاب لا تعذر البشيجي فانعقدت الجلسة بدأت المرافعات ثم يجي لأخبار معنى في داخل الجلسة وأنه هناك معنى الحالة الصحية التي تعكرت لمحمد بغلاب اللي يجي ستة متع الصباح يجيبوه للمستشفى لشر نيكول ثم للرابطة ثم يرجعون بعض إلى السجن فتلب محمد بغلاب أنه عود يرجع يحب يكون حاضر موجود في فيوسط الجلسة فتعذر على ما يبدو لوجيستيا وأنه بشي يعود وجيبوه للجلسة فعنا الحقيقة فتعذر والبرح اللي شفناه أنه مطلب الأفراج اللي تم تأجيله والسؤال المطروح الحقيقة لهنا خلينا بعيدا على ممكن التعاطف مع أخونا وزميلنا وعلاقتي شخصية بمحمد بغلاب شنو اللي اختر لي مثلوا محمد بغلاب أنه ينجم يكون في حال صراحة شنو اللي يمثل اختر محمد بغلاب أنه ينجم يتحكم وينجم ما في حتى حد السيدي ما فيو قروس ناريشة واللي تحبوا يتقولوا الكل شنو اللي اختر لي مثلوا يتم حتى اللي ينلبط في القضية هو ينجم يكون في حال صراحة خاصة وهو ما يعرفوا بليح الحالة النفسية والحالة الصحية اللي مجدد عليها محمد بغلاب فهمينوا أنه الزمان يدور والكل سنحاسب أمام المولى سبحانه وتعالى وأمام موقفنا وقداما اللي بيش نجم قداما القانون بتابعة الحال ربي يشفي ربي يفرج عليه وقلوبنا معاه وروه مش هكا النجم يقدموا ببلادنا بالتنكيل بالصحفين على كل كل الحب والمودة للصديق العزيز محمد بغلاب ترجمة نانسي قنقر